المايسترو الكبير العالمي نادر عباسي أهلاً وسهلاً وحضرتك سعداء جداً بوجودك أهلاً بحضرتك بتالي حبتدي دايماً أقول مبروك الاحتفالية الأخيرة اللي كانت في المتحف الكبير طبعاً كانت مبهرة حضرتك كنت أعتقد سعيد جداً بيها وكان واضح إنك فرحان بالمكان ولا بيه يعني هذه العظيمة المصرية فاطمة سعيد لا هي طبعاً كل حاجة كل حاجة كانت يعني كنت منبهر بيها طبعاً وجودي في المتحف وأول حفلة لجمهور إن أنا اللي أكون يعني اختياري لخيادة هذه الحفلة فاطمة سعيد المبهرة العالمية الحقيقية اللي هي يعني مشرفانة في كل حتة طبعاً هي مش أول يعني لقاء بيننا ولكن طبعاً كنت سعيد جداً إن إحنا اللي بنعمل الحفلة داية مع بعض طبعاً اختيار البرنامج كان مهم جداً وجود الجمهور والإقبال الكبير جداً إن إحنا نعمل الحفلة داية في المتحف وجودنا يعني جو الأثار داية ويعني دي بقى حضرتك مش عارف إذا كان حضرتك ممكن تتخيلي إن الواحد بيبقى وقف على المسرح وتمثال الرمسيس الثاني قاعد بيبص علينا يعني المسئولية داية كبيرة قوي 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 وكنت سعيد بيها جداً شيء مبهر جداً فعلاً يعني هيفكرنا بشيء مبهر تاني مع موكب المومياوت وحضرتك كنت طبعاً موجود فيه بشكل أساسي وأعتقد أنك بعدها قلت أنه بعد هذا النجاح الكبير بعد هذه الشهرة أيضاً يعني بين الناس حسيت قلت أن أنا بعدها ممكن أعتزل يعني فعلاً هو صديق لي يعني أكتر هو اللي قال لي الموضوع دا قال لي بص يعني الرسالة اللي احنا طول عمرنا كأكاديميين أو في المجال الموسيقي الكلاسيكي في بلد زي مصر دي مسؤولية كبيرة جداً والواحد بيحاول طول عمره وما كانش قادر يوصل لجمهور يعني حاسس أن على مدار التاريخ الموسيقي في مصر ما قدرناش نوصل للجمهور وعامة شعب الإنسان البسيط إزاي نقدر نوصله إن إحنا برضو مصريين دايماً بيشوفونا كأجنب نعمل حاجة أجنبية حاجة مش مصرية طبعاً هي الموسيقى العالمية وإحنا طبعاً جزء من العالم فدايماً بقول كده إن إحنا مصر جزء من العالم فالموسيقى داية ماياش يعني محصورة على بلد معينة يعني لو شفنا الصين كوريا أمريكا ماياش موسيقتهم من موسيقى الكلاسيكية لكن بيدرسوها وبيعزفوها وتفوقوا فيها جداً وبعد كده بقوا بيسفروا العالم في كل المهرجانات بأوركستراتهم والمصريين دلوقتي إحنا عندنا طبعاً أكاديمية الفنون وعندنا تاريخ في دراسة الموسيقى الكلاسيكية ولكن يعني ناس قليلة قوي اللي قدرت تعمل شيء بره مصر زي ما نقول كده بعت المياه في حرط السقيين زي ما نقول ولكن إن إحنا بقى نوصل للمصريين اللي في بلدنا وزي نوصل للإنسان البسيط ده المميوات باختصار ماذا فعل مع الناس يعني إزاي أنا فجئت إن طول عمرين عامين نشتغل ونحاول إزاي نبسط البرنامج علشان أعمل حفلة فيجي الجمهور أكتر شوية حضراتك عارفة إن جمهور الموسيقى الكلاسيكية برضو في مصر قليل نوعاً ما طبعاً ومنحصر على ناس معينة فأنا طول عمري كان نفسي إن أنا أنزل والجامعات وأنزل المدارس وأنزل الشارع أو إزاي قدر أقولهم يا جماعة دي الموسيقى اللي بتشوفوها أو بتسمعوها في الأفلام المصرية الأديمة هي هي بس إنت ما تعرفش إن دي جاي من سيفونية الفولينية أو جاي من موسيقى تبالي معين يعني شهرها زاد مثلاً نسمعها في رمضان على طول ده ريمسيكي كورساكوف مؤلف روسي اللي عملها بس إحنا بنتأثر بها فتكرنا حتى إنها موسيقى مصرية من تكرار السماع كمان بالزبط هي تعود التعود والبساطة وإزاي قدر أقرب للجمهور فالغريبة بقى إن المميوات هشام نازيه المؤلف المبهر العظيم جداً الموهوب جداً جداً قدر بموسيقته برضو إنه هو يعني أقرب للناس بدرجة أو يعني يعني يخلي الإحساس عندهم الانفعال للمصري إنه هو باللغة المصرية القديمة كمان اخترناها مع بعض وده كان شيء جديد كمان كان شيء جديد جداً وصعب جداً وكان اختيار كان في الأول مش موافقين عليه يعني ما كانش فيه موافقة في الأول إن إحنا إزاي نستخدم لغة ميتة وأنا أصريت أصريت إن إحنا فعلاً لازم نستخدمها ونحييها تاني فلقيت هنا فعلاً في حاجة حصلت رد فعل مع المصريين زي صحة حندوم حاجة ما كانتش كانت نايمة سنين طويلة جداً لأن الموسيقى ما هيش سهلة بتاع التلموميوات يعني هي موسيقى أكاديمية جداً ومعصرة جداً يعني ما هيش من الموسيقات اللي هي سهلة جداً تتسامع لكن الأداء اللي حصل الصدق الشغل اللي اشتغلناه التفاصيل الصغيرة عملت تأثير جانب واستخدام بعض الآلات الموسيقية الأديمة برضو طبعاً الناي الربابة الإقاعات خلي بالك إن الإقاع ده الهرب طبعاً والإقاعات عمتاً إحنا كمصريين إلي إقاع به الزنا وبيأثر فينا جامد جداً فكان توقل يعني وجود الإقاع في العمل زي الموميات كان مهم جداً